موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكونوا من عتاقاء شهر رمضان من الإيران أحبتي في الله إن مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم أيام معدودة أيام محدودة فيها من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل لبس السلاحة ألف شهر في سبيل الله تعجب الصحابة وكأنهم استعظموا هذا العمل فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة القدر والتي قال فيها تبارك وتعالى بعدها يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فذكر رب العزة تبارك وتعالى بأن ليلة واحدة من شهر رمضان مبارك سميت ليلة القدر هي تعدل ما لبس هذا الرجل السلاحة والجهاد في سبيل الله ألف شهر فلا يستعظمن أحد عمل عامل فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بهذه الليلة المباركة والتي جعلها في العشر الأواخر من شهر رمضان ولقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيي الليل كله وشد مئزره وهذا بفعله صلى الله عليه وسلم لكي ينال صلى الله عليه وسلم كرم الله عز وجل في أن يحظى بليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وسئل مرة أخرى عن ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان ولقد ذكر في تحديدها أكثر من أربعين قول ولكن الراجح عند أهل العلم أنه لا بد للمسلم أن يقيم الأيام العشر الأخيرة كلها حتى يحظى بكرم الله عز وجل بليلة القدر ولقد قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله إن أنا علمت أو أدركت ليلة القدر فماذا أقول فعلمها صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فلذلك أيها الأحباب الكرام لا بد أن تستغل هذه الأيام المباركة بأن يجد العبد ويجتهد في الطاعة أكثر مما اجتهد في شهر رمضان والذي نراه أيها الأحباب الكرام في هذه الأيام في المساجد أن الأمر بالمقلوب فإن الناس في أول رمضان يجتمعون في المساجد وما إن تكون العشر الأواخر حتى يقل العدد أكثر وأكثر ولا يبقى إلا صفوف قليلة في المساجد ولكن أيها الأحباب الكرام إذا أردت أن تحظى بكرم الله عز وجل وأن تحظى بليلة هي خير من ألف شهر أي أكثر من عبادة 82 أو 83 عاما فلا بد لك أيها الأخ الحبيب أن تعد العدة وأن تستعد لهذه الأيام الفضيلة بأن تجتهد في الطاعة كما كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار حتى تحظى بليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر كما أخبر رب العزة تبارك وتعالى فلذلك استغلها بالدعاء وبالذكر وبقراءة القرآن وبالحضور إلى صلاة القيام والصلاة مثنى مثنى دون التقيد بالعدد فإنك إن أردت كرم الله عز وجل لا بد أن تجد وتجتهد في الطاعة وأن تقيمها إيمانا واحتسابا تقبل الله منا ومنكم خالص العمل وأسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يجعلنا ممن يحظى بليلة القدر وبكرم الله عز وجل فيها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر